مباراة السنغال والإكوادور اعتقد يعني اذا كنا تفرجنا على عشر ربع ساعة تلت ساعة في مباراة بولدا وقدروا لكن الكل هنا على الاقل في مصر تفرج على مباراة السنغال والإكوادور يا كليل مباراة كانت متكافئة لغاية وبدأت المباراة متخب للاكسنغالي يعني يمارس ضغط جديد جدا متخب الكوادوري المباراة فعلا كبستلام بدنيا اعتقد اكتر من الفنية مباراة كانت بدانية شديدة جدا والاتنين على مستوى الاكساد اقوية جد يعني في الداخلات السنائية تضمنش مين يكسر ومين يكسر بس انا في وجه النظر دي فعلا كان موضح ان كل منتخب بيلعب على غلطة للتاني كل واحد مستني غلطة للتاني الشوت الاول يعني بعد البداية القوية شوت الاول للسنغال افضل شوت عاملوا المتخب السنغال في الفترة من 3 مطشات دور جد عاملوا شوت اول ممتاز حتى من المتخب تلات فرص كان ممكن يخلصوهم التلاتة في الشوت الاول موضوع خلص لا وكمان هم خضوا المتخب الاكوادوري اللي كان معاودن في المتخب الفائل كان بيخش بشكل قوي المبادي دخل بيعرف المتخب الاكوادوري داخل بفرستين بس داخل بفرستين بيخش بفرستين بيقعد يحسب فماظي اهاجم لا مهاجمش اأمن ده كمان ده بيقولولنا هولندا متقدمة فكده خلاص شكرا الصادرة الهولندا يباحنا وتعادلنا هناخد تاني فطبعا غلطت الشوت الاول في راقة الجزاء اللي بس جات يعني توفيق كبير قوي منتخب السنغالي انه يخش قط اللبس وهو متقدم وحطانا موذج بالضبط جدا الطبيعي بقى اللي عملته الاكوادور شهور التاني الاكوادور اديتنا الشكل بتاعها في بلاي شهور التاني زي ماتشو هولندا نزلوا في ماتشو هولندا اول تلت ساعة في شهور التاني زنقوا المنتخب الهولندي زنق قوي جدا والنهارده برضو عمنا مسل قبل عالسنغال ووصل للتعادل بس التوفيق برضو كان يريده كل بالي في وجهة نزل الهدف تاني للسنغال يعني الكرة جليه وتعادلت عشرين مرة عمره ما تخبط في المدافع بتاع الخطو وتوصل له متأشرة عشان هو يحطها في الجون يعني الوضع طبعا للتوفيق وطبعا لما تقول المنتخب السنغال بقى العب زون دي فنس شكرا شكرا خلص متخب السنغال متخب قوي وبيعرف ازاي يتخلص من القوات العرضية بيعرف إفل لك العمق وبيتدروا لهم يحافظوا على النتيجة وطبعا تأهل مستحق وحي بصراحة قليل السرسية كابتا إسلام ليه لمدير فني قدر يتعامل مع غياب نجمه الأول بكل هدوء الراجل استقبل غياب سادي وماني بكل هدوء قبل البطولة بحواية أربعة ايام حسنا هو كان مبسوط والله العظيم حسنا حسنا يلا هنلعب في بدوق تحس انه هو اللي تحس انه هو ما يعني الناس مش هتركز معهم قوي لأنه الإعلام مش هتركز حاجة ما تفهمش يعني أنا حسيته انه هو بيقود الفرقة بشكل أفضل كتير جدا جدا من وجود سنغال تكتكيا في التلاث مباراة وبين كي بصراحة ننتجها فعلا منطقية هو خسر مباراة المنطقية من هولندا محدش محدش هتطلب على رغم أنه هو لم يكن المفروض ما كانتش خسارها يعني وخدت ست نقاط من المنافسي التانية اللي معاه فمبروك لمتخب السنغالي وربنا معاه بقى في مطش انجلتار